لأن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النر آذن الله أجارنا من النر شوغبان تارو شوغبان ميقلاد الوقت سوران تالبين وقوة مقالان تائنا عمق سلاما إيرنتا الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سونانا حبسة علي وباتوري سوران تالبين ورحمة الله وبركاته سوران تالبين ورحمة الله وبركاته سوران تالبين ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 تودا إلي مني متيني هالياني مئلي منتا عيني زي سان عيني ديراتو يكن شعر عمي رزمون تا عيقى ننغسكي عين زعنا ساكاتي رزمون مسامو مواني زاكا عينيان عدقودي زي تشي صورة عوان شباب عوان شداش الله سبحانه وتعالي فعلا أسيتم انتواليتم انتبسدوا في العود وتققضعوا أرحمكم أولئك الذين هنentyو كيفاماني إنما ستحصل سنظل انتبسدا وإذا الن accent ف Hudson كيف حالًا لوحنا يمكنكم يمكنكم كيف حالًا عندما ننظر من الوقت اللح التي يقع لنا تدون يمكنكم للا استaya ويعلم اللح ذات chewasa naaka l'Shea muna Bodyaga ma lamambu dhajajol sewa sağa kam baume ilimi dakumation n'yagabah bannuwa ina indora alla kakara karpafamusu ghiwa alla kumayatema kiesu alla kasawinną kuingia ta zama ta tana jiri tara ta kasaga bayi kita ya bayi ata jazam faraba akulu kawali hada wa asagafurullah l'abima liwa lakum inna huwa al-ghafuru rahim ismi Asia Ahamad Mimu Madarusati كلية الشيخ عبد العزيز بن فاس اسمي حليمة بنت علي بن يحيا من كلية الشيخ عبد العزيز بن فاس ان شاء الله سأتحدث عن التربية الاسلامية نظرا بان موضوع التربية الاولاد مهما جدا يتوقف عليهم مصحلة الاباء والابناء بل يتوقف عليهم المستقبل الامة والمجتمع لذلك اهتم به الاسلام والمربيون وعلى رأسهم المعلم رسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي باته الله معلم ومرشد للآباء والابناء ليتفل لهم سعادة في الدنيا والآخرة لذلك نجد القرآن الكريم الذي فيه صلاحنا وفلاحنا يذكر الله فيه تعالى تربية نافعة كقصة اللقمة الحكيم وهو ينسي ولده بالوصايا نافعة محمة وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس في نفس ابن عمه عبد الله بن عباس منذ قبره فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجره تجاهك تجره تجاهك إذا سألت فأسأل الله وإذا استعنت فأستعين بالله وعلم لو اجتمعت وعلم أن الأمة لو اجتمعت ألا أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد قطب الله لك وعلم ولو جمعوا ألا أن يدوروك بشيء لن ينفعوك إلا قطب الله لك إلا فتب الله لك وسجل هذا كله مع غيره من واجبة الآباء نحو الأبناء وكذلك واجبة الأبناء نحو الأبوين إن شاء الله الأول إذا نقول تربية 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 ما معنى التربية اختلاف الأولماء في معنى التربية ألا إدة أقوال منها التربية هي أملية المقصود يجاوبها قرد أو أفراد الآخرين ويوثرون في سلوكهم با التربية هي تنشأة الإنسان شيئاً فشيئاً في جميع جوانبه ابتغاء مرضات الله وصعادة في الدارين على وق منهاج الإسلام إمام غرزالي حكم التنشأة تقفل على تربية الإسلامية تنشأة تقفل على تربية الإسلامية من رفولته إلى بلوغه حق من حقوقه وواجب العين على أبيه وهمه لقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتي مصدار التربية الإسلامية لتربية الإسلامية سلافة مصدار وهي القرآن الكريم السنة الصحية الكتاب والسنة سيرة السلف الصالح الطيبة الفقرة أموم الكتابات والبهوث والتجاربة التربيون مما لا يخالف الكتاب وصحيح أصول أقيدة الأحل الصنة والجماعة قصص التربية الإسلامية لتربية الإسلامية ثلاثة أصاص الإيمان بالله الإيمان بالله بركونه وشعبه التشريع الإسلامي بأقصامها العلم صحيح نافع الضش bereits الغاية أركان أركان التربية الإسلامية لتربية الإسلامية ثلاثة أركان وهي المربي المربي المربى المرضى القاية النهائية في التدريس المادة التربية الإسلامية والقاية النهائية في التدريسها هي التحقوق العبوديات الله سبحانه وتعالى لقوله وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أصاليب التربية الإسلامية للتربية الإسلامية أصاليب كثيرة منها الدعاء الإسلام الترذيب الترهيب القلوة الحسنة الموئزة الحسنة نسائه النبوية للآباء والأمهات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كُلُّكُم رَاعٍ وكُلُّكُم مَسْئُولَ عَرَعِيَّةِ والإمام رائي وهو مَسْئُولَ عَرَعِيَّةِ ورجل رائي أهلا وهو مسؤول عن رائيتي والمرأة رائية في بيت زوجها وهي مسؤوليات عن رائيتها والخادم رائي في مال سيده وهو مسؤول عن رائيته ألا وكُلُّكُم رائٍ وكُلُّكُم مَسْئُولَ عَرَعِيَّةِ وعن ابن مسعول رري الله عنه قال يا رسول الله أي ذنب أعذب؟ قال أن تجعل الله ندّا وهو خلقك قلت ثم عيّ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم عيّ قال أن تزمي بخلال تجارك الند وهو المصير والشريك من الكبائر أن يشتمل رجل والديه قالوا يا رسول الله فكيبة يشتمل رجل والديه؟ قال يسب الرجل أباء رجل فيسب أباؤه ويسب أمه جاءe رسول اللي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحصن صحابتي قال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أبوك مسؤوليات العبوين والمعلم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلك النار وقودها الناس والهجار عليها ملائكة قلاغ شداد لا يعسون الله ما عمرهم ويفعلون ما يعمرون الأب والأم والمعلم مسؤولون عمام الله عن تربية هذا الجيل فإن أحسنوا التربية ساعدوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة وإن أعملوا التربية الشقيق وكان عزراً فيها عناقهم السيطر بالحجاب ترقيب البنات بستر منذ الصغري لتلتزمنه من الكفر ولا تلبس قصيراً من الصياب ولا بمطال والقميص بمبردهما لأنها تشبه بالرجال والكفار وسبب لبتنة الشباب وعلينا أن نعمرها بودع المنديل على رأسها شال ويتقضية الوجوهها عند البلوغ وباللباس الأسود ساتراً لجميع البدل وباللباس الأسود ساتراً لجميع البدل الذي يحفظ شرفها وقدميها لقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يغضين وكان الله بفوراً رحيماً وإنها الله تعالى مؤمنات عن التبرج وقال وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية العولة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأعقئنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويضحركم تضحيراً الشرور للهجاب الشرعية وقر يجب على كل فتاة المسلمة ارتضاع الهجاب سنة تقليب عند البلوغ سنة تقليب ولا يكون هجاباً إلا أن يستغفره بشروق الآتية وإلا قلة لقوله صلى الله عليه وسلم ربكاسية بالدنيا عارية بالآخرة أن يكون شرور للهجاب الشرعية أن يكون واسعاً ولا ضيقاً أن لا يكون مزيماً بالصورة أن لا يكون لباس الشحر والإنذار إليها أن لا يكون معضراً أن لا يشبه باللباس الرجال ولا كافرات واجب المربي والمعلم واجب المربي والمعلم تعويده بالآداب العذب والأخلاق الطيبة تعليمه القرآن تربيته على قطعة الله وقطعة رسول الله تربيته على قطعة الله تربيته على قطعة الله تربيته على قطعة الله تعليم الطفل بالنعق لا إله إلا الله محمد ورسول الله والإفهام معناها إنما يكبر لا معبود بالحق إلا الله قرض محبة الله والإيمان به في قلب الولد لأن الله خلقنا ورزقنا ومجيسنا لا شريكلا تعليم الأولاد أن يسألوا الله واستعينوا به وعده لقوله صلى الله عليه وسلم لإبن أمه إذا سألت فأسأل الله وإذا سألت فأسأل الله إن شاء الله سنقف هنا كما أمرني معلم أن أقف هنا أختيكم في الإسلام آخر قولي أقول اللهم اجعلنا من الذين يسمعون لك أول فيتبعون أحسن ومن سيعة أعمالنا من يهدي الله فلا مضلل ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وأهده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسول اسمي عائشة واشيين معاهة اسمي عائشة اسمي شفاعة إبراهيم اسمي اسماء دعاتنا دعاتنا علماعنا الإسلامي وشبابنا في دورة الإسلامي دعاتنا علماعنا الإسلامي وشبابنا في دورة الإسلامي الحمد لله بحمد أقول لأقول خيرا كان في الإسلامي دعاتنا علماعنا الإسلامي وشبابنا في دورة الإسلامي ثم الصلاة ثم الصلاة على النبي مقيم بالحق وشبابنا في دورة الإسلامي وأهله وصحبه أقوامي في الدين في الدين كلهم زو الإنآني دعاتنا علماعنا الإسلامي وشبابنا في دورة الإسلامي وبعد ما قلنا أكون أتم في البيت أشر بعد أشر تمامي دعاتنا علماعنا الإسلامي وشبابنا في دورة الإسلامي سميتها بمية الإنظامي ونظمتها بشبابنا الإسلامي دعاتنا علماعنا الإسلامي وشبابنا في دورة الإسلامي جيش يقن حزاق في الأعمالهم أو كي أقول كآل للألامي دعاتنا علماعنا الإسلامي وشبابنا في دورة الإسلامي نسأل إله على إئانة جيشهم عبد المجيث وسائر العلامي دعاتنا علماعنا الإسلامي وشبابنا في دورة الإسلامي ثانيه ما يونس وذاك إمامي وأبوه إبراهيم وذاك قديمي دعاتنا علماعنا الإسلامي وشبابنا في دورة الإسلامي وجماعة صغرهم وكبارهم علماعنا في الدين ذو الأقوامي دعاتنا علماعنا الإسلامي وشبابنا في دورة الإسلامي الله رب العالمين يجيبهم الله رب العالمين يجيبهم أعمالهم في الدورة الإسلامي دعاتنا علماعنا الإسلامي وشبابنا في دورة الإسلامي كتبتها جابر وليس بلا مين نسعى الإله بأن يعين كلامي 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 ومن سيعة أعمالنا من يهدي الله فلا مضللا ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وأهده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده وغصوله اسمي عائشة رشين اسمي عائشة اسمي شفاعة إبراهيم اسمي اسماء علايب دعاتنا علماءنا الإسلام وشبابنا في دورة الإسلام دعاتنا علماءنا الإسلام وشبابنا في دورة الإسلام الحمد لله بحمد أقول لأقول خيرا كان في الإسلام دعاتنا علماءنا الإسلام وشبابنا في دورة الإسلام ثم الصلاة على النبي مقيم بالحق والدعوات في الإسلام دعاتنا علماءنا الإسلام وشبابنا في دورة 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 الإسلام دعاتنا علماءنا الإسلام وشبابنا في دورة الإسلام جيش يقن حزاق في الأعمال أو كي أقول كآل للألام دعاتنا علماءنا الإسلام وشبابنا في دورة الإسلام وشبابنا في دورة الإسلام وشبابنا في دورة الإسلام نسأل إله على إئانة جيشهم عبد المجيث وسائر العلام دعاتنا علماءنا الإسلام وشبابنا في دورة الإسلام وشبابنا في دورة الإسلام ثانيه ما يونس وذاك إمامي وأبوه إبراهيم وذاك قديم دعاتنا علماءنا الإسلام وشبابنا في دورة الإسلام وجماعة صغارهم وكبارهم وشبابنا في دورة الإسلام دعاتنا علماءنا الإسلام وشبابنا في دورة الإسلام الله رب العالمين يجيبهم أعمالهم في دورة الإسلام دعاتنا علماءنا الإسلام وشبابنا في دورة الإسلام وشبابنا في دورة الإسلام وشبابنا في دورة الإسلام لا تطالب نحن إنطالب عندما يلمعون الأمر آخر يتحدثون من الغراء الآن بينما يراجعون الأمر عندما تلمعون الأمر أنه يحرق في أن الأمر أنه يحرق الإنسان أن يحرق في العالم وعني أفواجه إلى الأمر من أن تلمعح أو تحرق اتحلha يعني أين أنك كان لديها حقا؟ هل تحصلتت لك؟ هل تحصلت بك؟ هل تحصل أكثر؟ هل تحصل على بإبعال لك؟ هل نحصل على الأشياء؟ فهل تحصل على تسلقاتي؟ خبت كيفية تحصل على الفكرة؟ لا ت loses. هو الوصف كيفية تحصل على دها؟ لأنني يصبح بكذلك؟ لصبح مثل هذا الخبير لكي يصبح أشياء تحصل على دين. ترجمة نانسي قرآن 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا في القناة اشتركوا في القناة